قبل ما تبقى إجراءات التأمين معقدة كانت سرقة المتاحف واللوحات الفنية عرض مستمر خاصة أن اللوحات الفنية والمجتنيات دي بيكون لها قيمة تاريخية وفنية كبيرة جدا ومن أبرز سرقات المتاحف سرقة مدحف مونتريال اللي بتعتبر أكبر سرقة فنية في التاريخ الكندي واللي حصلت قبل خمسين سنة وتحديدا بعد منتصف ليل 4 سبتمبر 1972 بعد وصول رجل مقنع إلى المتحف وتسلق إلى السطح عن طريق شجرة قريبة وبعدها مد السلم لتنين من اللصوص المقنعين في الأسفل وبعدها دخلوا التلاتة المتحف عن طريق الهبوط بالحبل وبمجرد دخولهم قيدوا حراس الأمن وكمموا أفواهم تحت تهديد السلاح وبدأوا في نهب المبنى وتكسير الإطارات والزجاج بهدف سرقة كل شيء لكن بعد 30 دقيقة من الاقتحام أطلق أحد الرجال جهاز الإنذار وده أكبر العصابة على الخروج من الباب الجانبي بكل ما يمكنهم حمله وكانت الحصيلة 39 قطعة معظمهم من المجوهرات والتمثيل و18 لوحة منها لوحات منسوبة لي جوستاف كوربي ويوجين ديلاكرو ويان ديفيز ديهيم وتوماس جينس برو وبيتر بور روبينس لكن كانت القطعة الأكثر قيمة بحوزة اللصوص هي وده عمل بينزب إلى رام براند سيد العصر الزهبي الهولندي وبلغت قيمة السرقات 2 مليون دولار تقريبا ورغم قيمة المسرقات لكن اللصوص تركوا لوحات أكثر قيمة زي لوحات لبيكاسو وإيل جريكو وفرانسيسكو جويا وبيتر أجوسترين وار بالإضافة لرام براند وكلها كانت مقدسة عشوائيا على أرضية المعرض أما سرقة مدحف ستوك هولم فكانت في سنة 2000 وفيها داهم 3 رجال مسلحين بمسدسات ومدافع رشاشة المدحف الوطني في ستوك هولم بالسويد وقدروا يهربوا بلوحات لرينوار ورام براند في زورك سريع وفي عام 2003 سرق لصوص لوحات لأعمال بيكاسو وفينستفان جوخ وبول جوجان من معرض ويت وورس في منشستر ببريطانيا ووضعوا اللوحات في حمام عام وفي سنة 1990 اقتحم اثنين من اللصوص المتنكرين في زي الشرطة مدحف إزابيلا ستيورد جاردنار في مدينة بوستون الأمريكية وسرقوا 13 لوحة ومن ضمنها شيس تورتيني لإدوار مانيه وكونسرت ليوهانز فيرمير والحد دلوقتي إطارات اللوحات دي معلقة على الجدران وهي فرغة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة